الأدوار اللي ربنا بدهانا تبقى في الكنيسة مش عشان احنا حسن من غيرنا لا ده ربنا حاطت في كل واحد فينا كل الشعر مواهد مختلفة في البعض استجاب للدعو ومشتغل بمهيبته في الكنيسة فأنواع خدم ومواهب في الكنيسة تبني لملكوت لكن مش لأجل الأفضلية لإنسانها عن أخر يعني الحاجة التانية هي الممارسات الروحية ايه الهدف منها؟ ملاش هدف حد ذاتها هدفها الوحيد اللي متلق بروحه قدس ومتلق بثم روحه فلوانا وحبتي مزارتش للآخرين مع أني حافظ قاية عن محبة قد كده وبوصوم قد كده أني ما عملتش حاجة لو سلامي مزارتش أنا ما عملتش حاجة التعفف في الكلام وفي النظرات وفي الأفكار وفي كل شيء فإذن الممارسات مش مهمة لذاتها هي مهمة جدا طبعا لكن لأجل المتلقي بروح القرص ودوري في الكنيسة مش لأجل أفضلية دي ده لأجل نعمة رباني السلام حتى تواجد في ده وتاجب الوزنات اللي رباني حطها فيي أنا فاهم كده مش هاخدع نفسي فأنا جاي هنا أتعلم من اللي حوالي وجاء رباني يشتغل باب اللي هو حطه فيي وجاء تميلي بروحه قدس لكن ما يدينش أي أفضلية على الآخرين ترجمة نانسي قنقر